ناقش نايم محافظة البنك المركزية اليمنية الدكتور محمد حمد بناجة في العاصمة عدن مع وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا برئاسة رئيس البيعثة أبرايل مونونيرا مزددات الأوضاع المالية والاقتصادية واستعرضت إدارة البنك سباب تفاقم الأزمات المالية التي تشهدها اليمن والتقلبات الحادة في أسعار الصرف والتي تعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد الذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي مشيرة إلى أن تأثير الاعتداء الحوثي على الملاحة الدولية والذي يأدى إلى زيادة في فاتورة المدفوعات مؤكدة أن إدارة البنك تعمل جيدة على تجاوز هذه التحديات ترجمة نانسي قنقر